ننتقل بك إلى صحيفة السوداني ومنها نقرأ البرلمان يناقش التعديلات المتعلقة بالحريات وصلاحيات الأمن الأسبوع القادم أبلغت مصادر المطلعة للسوداني بأن اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديلات الدستورية بالبرلمان سترفع تقريرها حول السمات العامة لمشروع التعديلات الخاصة بالحريات وصلاحيات جهاز الأمن إلى الهيئة التشريعية القومية في الأسبوع الثاني من أبريل الجاري نتخذ قرارها في محلة السمات العامة وقالت المصادر أن اللجنة واصلت أعمال الدراسة للمشروع في مرحاة العرض الثالث ولقشت التعديلات بصورة واسعة وقال المصدر البرلماني أن عددا من أعضاء اللجنة دعوا إلى إجازة التعديلات المثيرة للجدل وحي النص مع التغيير في المعاني لأعضاء حزب المؤتمر الشعبي فيما دعا خرون رفض النصوص المتعارضة مع الشريع الإسلامية رفضا تمن وطالبوا الهيئة التشريعية بحسمها يعني التعديلات المثيرة للجدل هل تتوقع أن تمر في البرلمان دون خلافات؟ الخلافات أصلا قائمة لكن خلافات برضو ممكن تحتدم وتعلو بعض الأصواب والتعديلات المتعلقة بمسألة الحريات توقف الناس عندها كثيرا جدا خاصة في مسألة الزواج وحق الفتاة في اختيار الزوج ومسألة ما سمي بزواج التراضي والأشياء الكثيرة التي يثيرت مؤخرا مثل قانون الأمن برضو ومحاولة سلب القانون يعني سلب الجهاز الأمن والمخابرات القوة من خلال تحجيمه وتدجينه وجعله جهاز فقط لجمع المعلومات ودي مسألة يعني لن يقبل بها لن تقبل بها السلطة الحكومة حتى القائمة يعني حكومة المطورة مي حكومة حتى لو كانت غير حكومة المطورة لا تقبل بهذا الأمر ويمكن عندنا تجربة نحن سابقة تجربة بتاعة حل جهاز الأمن الوطني بعد انتفاضة أبريل 85 شوف الدمتج الحصل بالنسبة لمراكز المعلومات ومراكز اتخاذ الغرار التي تستند على هذه المعلومات والذي هي تأدت إلى إضعاف الدولة مما أسهل يعني سقوطه بعد سنوات قليلة جدا في 89 أربع سنوات فقط بعد حل الجهاز سقطت الدولة لأنه بيجا ما عنده جهاز فاعل يجمع ويحلل ويتخذ القرار ويقدم النصح لأجهات السياسية والجهات التي تطلب ذلك الأمر أنا أفتكر أن التغييرات التعديلات الدستورية ستأخذ وقت هل حدد وما يتم حتى إدخال أعضاء جدد في البرلمان من خلال الاتفاق الأخير بالمشاركة في السلطة وأنا الشخصي عندي معلومات أن هذا القرار قد يصدر اليوم وغدا بتاع إلحاق عدد من منسوبية الأحداؤ الأخرى إلى البرلمان ويكونوا هم شركة أصيلين في اتخاذ هذا القرار ويعني مسألة أن يقف حزب المقتور الشعبي بضراوة ويحارب بضراوة هذا الأمر ما ظن المقتور الشعبي يقوم بهذا العمل هو في النهاية لكنه يربط مشاركته في الحكومة بإيجازة التعديلات ورئيسة البرلمان أيضا أكد أنها ستقطع يعني هو قد يقوله كده لكن إذا صدر اليوم قرار بتعيين الأعضاء الجدد في البرلمان ومجالس التشريعية في الولايات ما دي مشاركة فعلية وفي معلومات ومنشورة يعني ما كانت خفية اللي هو مبارح في رئيس المقتور الشعبي في ولاية الجزيرة أعلن عن مشاركة العزب في الحكومة القادمة على كافة المستويات وقال أي زول يقول كلام غير ده ده بيقول كلام غير منطقي وأنا أفتكر أنه أصلاً لو في حقيقة الإصلاح بيتم من الداخل كمؤتمر شعبي ولا غير مؤتمر شعبي لو في مؤتمر حزب الشيوعي لو شارك ولو ما شارك هو ما مشارك طبعاً بفترض يعني لو شاركت كل الأحزاب من أقصى اليمين والأقصى اليسار إذا كنت يعني تريد إصلاح حقيقي لابد أن تشارك ما الخلاف فيما يخص تعديلات الدستورية إلى ماذا تريد أن تصل بعد الأحزاب والله هو تمسك يعني بمفاهيم وقيم حزبية خاصة بالحزب نفسه يعني مثلاً زي الشعبي الذي يتمسك مثلاً بمسألة تعديلات المسألة الزوائية الطرابي هو لأنه بقى هذا التعديل لأنه بقى عنده شبه قداسة لدى نصب مطالب الشعبي احتباراً أنه من آخر ما طالبه وكتبه الراحل الشيخ حسن الترابي يعني تمسك عاطفي أكثر منه تمسك منطقي لكن في النهاية الدستور لن يكون خاضع لمزاج شخصي لمزاج حزبي لمزاج خاص لا بد أن يتوافق عليه الجميع يعني كل أهل السودان فلا بد أن نصب أن يتصل لصيغة لكن مسألة أن ينسحب المؤتمر الشعبي أنا أستبعد هل تتوقع خروجه من الحكومة إذا لم تمروا التعديلات لا أتوقع أنه يشارك أتوقع أنه يشارك مهما كان المؤتمر الشعبي سيشارك سيشارك في البرلمانات سيشارك في السلطة التنفيذية سيشارك على كافة ما المعطيات على مشاركته في الحكومة القادمة أول حاجة دأكدوا عليه خلال المؤتمر الأخير الذي تولى فيه الأخ الدكتور علي الحاج الأمانة العامة أكدوا على مشاركتهم كثير جدا من قيادات الحزب في الولايات تؤكد على المشاركة بعدين المواقف المرنة حقيقة طوال الفترة السابقة سواء كانت المواقف التي كانت تظهر من الأمين السياسي للحزب الأخ الدكتور الأستاذ كمال عمر وكانت في مرونة حقيقة واضحة جدا في التعامل مع الحكومة وعبقية المكونات السياسية الأخرى وهناك منفتاح سياسي الآن المؤتمر الشعبي لم يعد ذلك الحزب الذي انغلق على أفكار خاصة ويريد أن يلزم بها الآخرين أنت في مجتمع تتعايش فيه مجموعة من الأفكارات مجموعة من القيم مجموعة من المبادئ لا بد أن تعترف بذلك لا بد أن تتعامل وفق هذا المنطق ووفق هذا الواقع الماثل أمامنا الآن طيب تصريحات الرئيس الأخيرة فمن خصوص التعديلات الدستورية ألم تحسم هذا الجدل؟ هو تصريحات السيد الرئيس حسمت خاصة من المسألة بتاعت الزواج بتاعة الطرابي ونفتك أن الرئيس التقط المسألة وقال بذكاء شديد جدا في مسألة أنه نحن لن نقبل إلا بالزواج من خلال الولي هذا حقيقة أي خروج عن ما تعرف الناس عليه أو أي خروج عن الأسس الشرعية في التعامل هذا حقيقة بيبقى ما مقبول بعدين في قانون اسم قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الذي يحدد هذه الأمور في حاجة تاني البرلمان هو الذي سوف يجيس هذه التعديلات التعديلات التي جاءت يعني كنتائج لمتور الحوار الوطني أو مخرجة الحوار الوطني أو التي تضمنتها الوثيقة الوطنية هي يعني ما بالضرورة يعني تجاز كما هي نصا ممكن تجاز روحا لكن لا تجاز نصا باعتبار أنه هناك لجان مختصة أيضا في البرلمان هناك لغة هناك مفردات قانونية هناك تعريفات لا بد أن تضمن يعني ما تطالب بكل ما جاء في وثيقة الحوار الوطني بالنص تطالب يعني زي ما في روح من أسوات العاقل أي ونعم بروح ما تضمنته هذه المخرجات يعني هناك أيضا نحو 66 عضوا من الأحزاء المشاركة في الحوار الوطني هل تتوقع بأنهم سيكونوا جزء من مناقشة التعديلات أم يعني سيتم تعيينهم عقب إجازتها سيكونوا جزء أنا أتوقع أنه يتم الإعلان زي ما ذكرتك اليوم أو غدا عن عضوية البرلمان وعضوية المجالسة التشريعية من الأحزاب الأخرى هذا يعني بالضرورة أنه سيشاركوا في المناقشة وحيتمسكوا ب يعني ما طالبوا به وما نادوا به وما خرجوا به من خلال المطور الحوار المسارة المشاركة في الحكومة الحكومة قد تعلم برضه بالكثير أنا أتوقع إنها الخميس أنا شخصيا يعني قراءاتي للموقف أتوقع إنها بالكثير إنها تعلن يوم الخميس يعني لن تتجاوز هذا اليوم يعني بأي حال من الحال لأنه اكتملت تغريبا كل المشاركات الأحزاب قدمت ترشيحاتها يعني حصلت ضبط يعني زي ما نقول إحنا يعني مسألة الضبط بالنسبة للمواصفات للوزراء المشاركين للوزراء الدول المشاركين للقيادات التي دفعت بها الأحزاب للمشاركة يعني واضح المسألة تماما في بعض الخلافات داخل بعض الأحزاب تحزيم الأحزاب يعني لا تحسن من داخل نعم يعني توجد مسألة قضية داخلية مثل الخلافات التي تحدث داخل حزب الاتحاد الديمقراطي مجموعة أحمد بلال مجموعة السيرة إشراقة ما يحدث داخل الاتحادي الأصل ما يدخل داخل يعني خلافات داخل بعض الأحزاب الأخرى يمكن تحسيم الأحزاب وليس يعني من مسؤوليات الحكومة التي أو مسؤوليات اللينة المعينة أو المكونة لوضع هذه الأسس الأسس للمشاركة